الأهلي الأفريقية اللي علن عنها مارسل كولر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي أول أمس بالتحديد وهو كان آخر موعد لإرسال القائمة الأفريقية أو الأفريقية للتحاد الأفريقي لقرة القدم بعد قيد هؤلاء اللاعبين في القائمة المحلية أولاً فبالتالي أكيد إن شاء الله بإذن الله نتمنى للمجموعة دي كل التوفيق بس هنا جماعة في توضحات مهمة جداً ممكن يكون البعض من جمهير النادي الأهلي البعض قليل بالمناسبة ممكن ما يكونش ياخد باله من حاجة زي دي إن المجموعة دي الأربعة وثلاثين لعب اللي تم اختيارهم في القائمة الأفريقية دول حيلعبه مطشين بس اللي هؤمن مطشين في دور الـ 32 يأما مع فريق الجيش الرواندي اللي فاز في مباراة الزهب في رواندي على فريق الاتحاد المنستير التونسي أو مع فريق الاتحاد المنستير لو قدر إن هو يعوض الهزيمة في مباراة الزهب أمام الجيش الرواندي اللي هيكسب فيهم ومطش أعتقد خلال اليومين دول مطش القياب اللي هيكسب فيهم حيقابل الأهلي في دور الـ 32 هتبقى أول مباراة النادي الأهلي خارج ملعبه هتكون يوم 7 أو 8 أعتقد يوم 8 أكتوبر وبعد كامل مباراة الياب هتكون يوم 15 أكتوبر فالمجموعة دي هتلعب المطشين دول بس في أفريقيا وبعد كده بداية من شهر يناير كولر يضيف بعض العناصر بالتحديد 6 عناصر لهذه القائمة المكونة من 34 لاعب يضيفهم بقى على حسب رؤيته الفنية صفقات جديدة مثلا معينة قد يتم إبرامها خلال أيام قليلة المقبلة بعد العناصر اللي ممكن تكون شابة في قائمة الفريق كهرباء مثلا اللي موجود في القائمة المحلية وطبق قيده بالفعل هل حيتامل إستعانة به في القائمة الأفريقية طبعا بالنسبة كبيرة حيتامل إستعانة به مع شهر يناير أو بعد المطشين دول بالتحديد عشان دي تبقى واضحة بالنسبة للجماهير أول ما يترفع عنه الإقاف بإذن الله تعالى ففي لعبة وفي مساحة لإضافة عناصر مهمة وعدد 6 لعابين متبقيين للأهلي في القائمة الأفريقية عشان تكمل 40 لعب ده عدد مميز قوي تقدر من خلاله أن أنت تعوض أي نواقص تكون عندك تبقى للرؤية الفنية لمارسل كولر المدير الفني الجديد فأكيد طبعا اللي بيزين القائمة دي تواجد الصفقات الجديدة سواء برونو سافيو مصطفى سعد لعب سيراميكا هو شادي حسين أيضا سنائي اللي الأهلي تعاقد معهم مؤخرة ونتم الإعلان عنهم بشكل رسمي بخلاف طبعا برونو سافيو اللي قلنا عنه اللعب البرازيلي المميز فإن شاء الله بإذن الله الكل يكون موفق في المرحلة اللي جاية وأنا بشوف أن أهم صفقة بالنسبة لنادي الأهلي هو مارسل كولر مدير مدرب كبير مدير فني مميز واحد عنده خبرات كبيرة قوي بدايته مبشرة هتقول له هو اللعب مطشط لأ بس فيه كده مؤشرات بتبقى إجابية من ناحية التنظيم من ناحية قرارات إدارية قوية من ناحية مثلا موضوع اليوم الكامل ده جمهوري الأهلي سعيد أول بنظام اليوم الكامل يطبك أو هيتطبك من بكرة بإذن الله فيه بالنسبة لفريق النادي الأهلي فيه حالة من حالات التركيز والتفاقل الموجودة والأهم من كده وديه معلومة أنا بقولها لحضراتكم فيه قناعة عند اللاعبين بالمدرب فيه قناعة بإسلوبه ومن خلال كلامه معاهم وفي نفس الوقت فيه تقبل للتدريبات القوية جدا اللي بيعملها مع الفريق هلا أنا معنا كده أنا بقولك احنا بقى جمدين أو مدرب ده أجمد حاجة في الدنيا وحيجيب لنا كل بطرات أكيد نتمنى يجيب لنا كل بطرات وده الهدف الأساسي لكن حتة التوفيق من العدم ودير بتاعت ربنا إن شاء الله يكون موفق وإن شاء الله بإذن الله يقدر يحقق طمحاته يعني أحلام جمهور النادي الأهلي في كل مكان لكن أبا